يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يوجد في أحد الأماكن القريبة من قريتنا والواقعة في جنوب المملكة يقول يوجد لدينا منطقة نائية من السكان بها أضرحة ومبنية بالحصى مرتفعة عن الأرض ما يقارب المتر ويقبور قديمة قرب قريتنا قامت دائرة الآثار ببناء بيت شعر قريب منها ووضعت بها الآثار القديمة من الدلال والأباريق السؤال ما هو نصيحتكم لنا نحن أصحاب القرية علما بأنها قد وضع في هذه الخيمة حارس على تلك المنطقة الواجب عليكم التذكير والبيان وإذا كان هناك سلطة تذهبون إليها وتنصحونها في أن تزيل هذه الأشياء ما يسعكم إلا الدعوة إلى الله والبيان وإذا وجد من ولاة الأمور من فيه خير تدعبون إليه تطلبون منه إزالة هذه الأشياء أما القبر المبني فهذا قد يكون بعض الأمكنة لا تتماسك التربة أو إنما يمكن الحفر فيها لأنها حجارة فإضطرون أنهم يبنون على شكل غرفة ويضعون فيها الأموات هذا ما بني من باب التعظيم وإنما بني لأجل صيانة الأموات وحمايتهم من الأذى أما إذا كان هذا البنى من أجل التعظيم فهذا تسعون في إزالته عند المسؤولين أو تبيلون للناس أنهم لا يعملون هذه الأعمال ما عليكم إلا البيان ما عليكم إلا البيان نعم